سواء البرمجة أو الذكاء الاصطناعي مش هنقول هي المستقبل ده هي الحاضر دلوقتي يعني دلوقتي في اتجاه من العالم كله إلى مثل هذا النوع من التكنولوجيا وبدأنا وزي ما كنت حضرتك بتتكلم دخلنا في كل المجالات مضبوط يا فاند هي الفكرة أن ما فيش حاجة في حياتنا كلها ما فيهاش برمجة التابلت العريك ماسكو فيه برمجة التلاجة فيه برمجة الغسالة فيه برمجة التلفزيون فيه برمجة العربية فيه برمجة المجال نفسه داخل في حياتنا الموبايل فيه برمجة كل الأجهزة وكل الحاجات اللي بوجودة في حياتنا الشخصية اللي كلنا بنتعامل معاها من أكتر شخص بسيط ممكن يكون ما نالش عظه من التعليم كويس لأكتر حد متقدم بيتعامل مع أجهزة فيها البرمجة داخلة في حياتها جميل البرمجة دي بقى إحنا اللي عندينها؟ إحنا مشاركين في جزء منها في جزء منها هو العالم ما معادش فيه حاجة في العالم اسمها إحنا وهما قوي لأن إحنا بقى كل حاجة في الدنيا فيها تعاون ما بين كل دول العالم علشان خاطر أن الحاجة دي تتعمل وتوصل يعني ما فيش حاجة اسمها أنه حاجة بتاعة مكان وحاجة بتاعة مكان تاني يعني فتح طيب خلينا برضو مبسطة أكتر على السادة مشاهدين مصطلح برمجة يعني إيه برمجة وموجودة في أي تخصصات وأي تخصصات هيستفيد منها طيب خلينا بسط لحضرتك الفكرة كلها أنا بكلم حضرتك دلوقتي بلغة اسمها اللغة العربية حضرتك بتفهمي اللي أنا بقوله لأنك حضرتك عارفة عربي وتعلمتي سواء في المدرسة أو أهلك في البيت أو حاجة زي كده الكمبيوتر كجهاز ليه لغات بيتكلم بيها محتاجين شخص يفهم اللغة ويعرف يتكلم بيها عشان يفهم الكمبيوتر إحنا عايزينه يعمل لنا إيه بمعنى أصح البرمجة هي طريقة هي اللغة اللي بنكلم بيها الأجهزة كمبرمجين علشان نوصله الفكرة اللي عايزين الجهاز ده يعاملها لنا بس هو ده باختصار شديد هو ده معنى كلمة البرمجة والتخصصات اللي بيتداخل معها البرمجة دلوقتي خلاص بقت يعني خلانون شايعا في كل التخصصات تقليدها مفيش تقريبا وظيفة أو شركة أو مكان ما بيحتاجش البرمجة بطريقة ما عشان يعملها الموبايل أبليكيشن بيتعامل ببرمجة الويب سايت بتتعامل ببرمجة فالديفايسز يعني مثلا هقول لحضرتك لما تيجي تركاني العربية فبيطلع لك كاميرا تقريلك شكل مثلا الشارع من وراء ويزمر لما العربية تقرب من حاجة علشان ما تخبط ما تعملش حاسة بدي كلها حاجة سانسورز وحاجات متبرمجة علشان خطر تأمل زي كده التلفزيون لما بيطلع لحضرتك مثلا شكل الصوت هو بيعلي الإشارة اللي بتطلع اللي هو لما بدوس على ريموت كنترول أو الحاجات دي والتاكست اللي بيطلع عن شاشة والحاجات اللي بتطلع بدي كلها برمجة المايكرويف مثلا لما بزبطه على الساسينو يسخن لمدة عدد معين من الدقايق علشان يشتغل ده برمجة الأسانسير الديجيتال سكرين اللي بتبقى طلع فيه اللي بتقولك هو وقف الدور الكام وهيطلع لفين وهو وصل ولا لسه الطريقة للأسانسير نفسه بيسكاديول بيها ايه الدور اللي عليه الدور انه يقف فيه يعني أنا مثلا فيه عشر بني قدمين داسوا على الأدوار اللي هم عايزينها أدوار مختلفة الأسانسير محتاج يختار مين الدور اللي عليه الدور انه يقف فيه ده برمجة يعني فأنا يعني أنا عملا نقل ما بين أشكال مختلفة من الحاجات وحتلاقي أن البرمجة دخلها في كل حاجة دي اختيار الدور مثلا بتاع الأسانسير دي بروبلم مشهورة اسمها السكاديولينك بروبلم السكاديولينك بروبلم هي إزاي الأسانسير إزاي يختار الدور اللي عليه الدور انه يقف فيه فيه ناس بتقول الدور الأقرب فيه ناس بتقول الدور اللي اللي بتاعه أقدم فيه ناس بتقول ودي كلها طرق مختلفة للاختيار وكل مكان بيبرمج على أساسه طب أنا لو عندي مجموعة أسانسيرات في مستشفى مثلا هيبقى بدي بريوريتي أعلى للأدوار اللي فيها قوض عمليات طوار المسر الأقل أساسات الخاصة بالمرضى أو كده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر